بحثا عن تعزيز النفوذ الفرنسي في ظل منافسة قوية بين الدول الكبار حول القارة السمراء اخترى رئيس الفرنسي زيارة ثلاث دول إفريقية هي الكاميرون وبنين وغينيا بيساو كأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه في ولاية رئاسية جديدة الزيارة تأتي في إطار رغبة فرنسا الملحة لإعادة إحياء وبعث علاقتها مع القارة الإفريقية حيث النفوذ الفرنسي طالما كان تاريخيا قويا نعتبر هنا نستحضر أهمية القارة تاريخيا بالنسبة لباريس لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الأمني خاصة مع المستجدات الأخيرة والانفلاتات الأمنية وتصاعد نفوذ الحركات المسلحة والمد المتطرف في هذه القارة أبرز ملفات الزيارة هي الأزمة الغذائية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتضرر الدول الإفريقية جراء صعوبة تصدير أوكرانيا وروسيا القمحة تركز الزيارة أيضا على الاستثمارات الفرنسية في هذه الدول وأخيرا الملف الأمني لمواجهة تمدد حركات مسلحة إرهابية مثل بوكو حارام استرجاع الحضور الاسكري الفرنسي فرنسا كانت قد أعلنت سلفا عن انسحابها بشكل تدريجي من القارة يوم نرى كأن ماكرون ووزير حربه ووزير الجيوش خلال زيارة الشهر الماضي أو هذا الشهر يعني يريداني استرجاع أو تدارك الأمر من خلال الإبقاء على الجيش الفرنسي في هذه المناطق اعتبارا لتنامي المد المتطرف فيها جولة ماكرون في القرى تأتي بعد أيام فقط من جولة وزير خارجية موسكو سيرجيل عفروف إلى مصر وإفريقيا تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية الأخيرة بإعطاء القرى الإفريقية أولوية في الأجندة الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية وهو ما تؤكده هذه الزيارة التي وصفتها الصحف الفرنسية بأنها محفوفة بالمخاطر نظرا لتدني النفوذ الفرنسي في القارة السمراء ماريا مصارع الغد باريس ترجمة نانسي قنقر